أكد مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن قرار محكمة العدل الدولي التاريخي الذي أصدرته بشأن الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية بقطاع غزة يفرض مزيدا من الضغوط على إسرائيل من أجل الحفاظ على حياة المدنين من سكان القطاع وأوضح المقال أن المحكمة طالبت إسرائيل بمنع قواتها من ارتكاب أي ممارسات تمثل إبادة جماعية للفلسطينيين وتجنيب استهداف المدنيين والسماح بدخول المساعدة الإنسانية لسكان القطاع قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية يضع حدا للعنجهية الإسرائيلية ويمثل بارقة أمل في إمكانية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في يوم من الأيام حتى ولو نظريا وإن طال أمد الاحتلال والظلم التاريخي للشعب الفلسطيني الأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية الذي ينص على فرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل ويلزمها بتقديم تقرير في غضون شهر عن الأوضاع في قطاع غزة أضر بشكل غير مسبوك بصورة إسرائيل التي حاولت سلطات الاحتلال على مدى عشرات السنوات تجميلها دون جدوى تذكر خطورة قرار العدل الدولي بالنسبة لإسرائيل أنه لا يضر فحسب بصورتها بل فيما يمثله من وضع جديد غير معتاد لسلطات الاحتلال بما يشمله من وضع حد لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب الهزيمة القانونية المدوية التي لحقت بإسرائيل أجبرت حكومة الاحتلال على محاولة تأويل القرار بما يخدم مصالحها لكن فشل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في تقديم أي دليل مخنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إن عكس أيضا على صورة الدول الدعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي جددت تأكيدها على عدم وجود أي أساس صحيح لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة الموقف الأمريكي وإن بدى في شكله دفاعا عن إسرائيل إلا أنه يحمل في طياته مخاوف أمريكية من التورط في جرائم قد تحاكم عليها في يوم من الأيام ما يؤكد أهمية الأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية ويزيد من الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة ووقف جرائمها كما يفرض الوضع الحالي ضغوطا جدية على حكومات الدول الداعمة لإسرائيل لعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية ولو بالقولة وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح قبل أن ترافق إسرائيل في قفص الاتهام كداعم رئيسي أو تواجه مقصلة شعوب عرفت الحقيقة بعد عقود من التضليل شكرا